السلام عليكم الغزالة الديالية كديرين لبس عليكم كديرين مع هاد الحرارة نتمنى تكونوا باخر وعلى اخر اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة منعيشة ووصفة بردة كتصلاح لها تصلاح لها هاد الحرارة ووصفة اللي قع محبي الحامض كالجي رائعة اليوم غنديرو تغميسو بدون جبنة المسكاربون وبدون جيلاتين وصفة نجحة وكتجي هائلة دا بغندوزو المقادير غتحتاجو اي نوع بيسكوي كتتوفروا عليه انا خديت بيسكوي مارية باكية خديتها وطحنتها ما تطحنوهاش تتولي ببودرة كتخليوهاش ويمهر مشا غنحتاجو معاها جوج معلقات زبدة قشور ديال حامضة محكوكو نص حامضة معصورة ثلاثة ديال معلقات ديال مايزينة غنحتاجو اي جبن انا خديت جبلي ممكن تعوضوه ببيرلي اربعة ديال العولب عدنا اربعمائة ميلي ليتر ديال الكريمة السائلة كسد ديال الحامض وكسد الليمون انا الحامض راني خففته شوية بالماء ممكن تعوضو هاد الكسد الحامض وكسد الليمون بجوش كيسند لمو كتديرو معاهم هاد فلون العادي ديال درهم لما بغشوش تديرو الحامض وليمون دبا غندوزو الطريقة كان ناخدو البيسكويت ديالنا كان نضيفو عليه الزبدة و كان حاولو ندخلو ديالك الزبدة كامل في ديال بيسكويت لبسوه كامل في ديال الزبدة نبقا ونحركوه بشوية بشوية حسد ندمجونا الزبدة مع البيسكويت اشتركونا الزبدة مع البيسكويت من بعد ما اندمجت لنا الزبدة والبسكوية دينا سنضيف عليها قطارات من الحامض هاد القطارات للحامض غير باش يجينا لوقوف دي الحامض فالتيغاميسو دينا كامل من البسكوية حتى الطبقة الأخيرة من بعد كان ناخدو المول دينا اللي غنديرو فيه تيغاميسو كان خويو البسكوية دينا وكان بقاو نتبته بمعلقة او لكاتتاخدو كاسو تقلبوه وكاتقاو تتبتو به بالنسبة لبنا تتبتوه مزيان باش تجينا طبقة متماسكة وتجينا في نيفو واحد ماجي جيها طالحة وجيها هابطة منين غنسالي وغندخلوه لتلاجة وغندوزو نبدو نديرو الطبقة التانية الطبقة التانية كان نحتاجو ميتين ميلي ديال الكريمة السائلة الكريمة ضروري تكون باردة فهد الحرارة يلي كانت الكريمة سخونة ما غتطلع ليكم ش دغية غتتتعدبوا معاها ضروري الكريمة تكون باردة انا رخشيتها في الفريقو حتى قربت نوجد الوصفة عجبتها كان طربوها مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كتطلع لينا الكريمة من بعد كنضيفو عليها الجبن ممكن تعوضوه ببيرلي ممكن تعوضوه باي جبن عندكم من بعد ما ضفنا الجبن ديامنا غنخلطو بالطرب الكهربائي راه دغية كيعقد معنا الخالي الدابة دغية كيقصاح تقريبا واحد لخمسة دقايق ما كاملاش غير يبدأ يقصح لنا الخالط سفي غنحبسو التطرب غنضيفو قشور ديال الحمضة وغنضيفو ديك شوية ديال الحمض اللي بقنا ديال العاصر ديال الحمض وغنخلطو عوتاني المكوينت هاد الحمض والعاصر ديالو غير باش يجينا لو قود الحمض فالطبقة تكاملين من بعد غنخرجو لطا ديالنا اللي فعل بسكويم تلاجة غنضيفو عليها الطبقة التانية ديال الجبن مع الكريم غنشرحو الخالط ديالنا مزيان وغنضخلو هاد تلاجة برد باش نوجدو طبقة التالتة طبقة التالتة كنحتاجو فيها كاز الليمن كاز ديال الحمض مخفف بالماء ثلاثة دلمعي القد ديال مايزينة واسكر حسب الضوق انا درت ثلاثة دلمعي القد ديال سنيدة من بعد غنضيروها فوق البوطة مع التحريك منين غي عقد لينا غنخرجو التغاميسو ديالنا من تلاجة وغنناخدو الصفايا ضروري لبنت الصفايا باش مايهبطناش هادك مكبد غنبقا ونديرو الصفايا وندوزو على الخالط كامل متكبوش في بلاسة واحدة حيات اشراها الخالط سخون باش مايخسرش ليكم التغاميسو ديالكم صافي كان ناخدو واحدة سباتيول وكان بقاو نحاولو نهبطو ديك الخالط حتى اشرا شوية عاقد وهديك الصفايا مسدودة من ديك لاوينة ديالها صافي غنقبو الخالط ديالنا كامل وغنصرحوه على تغاميسو من الفوق كامل من بعد ما سرحنا الخالط غندخلوه لتلاجة يبرد من بعد ما بردلينا التغاميسو ديالنا غنجبدوه من تلاجة غنحاولو ندوزو الموس في الجنب غير بشوية بشوية باش ماييضاعش ليكم البنات انا تغاميسو مجانيش عالي بزاف إلا بغيتو يجيكم عالي بزاف غد تاخدو مول صغير كناخدو واحد المعلقو كنحاولو نقدو ديك الجوانب باش يجيناف المنظر زوين انا اختاريت نزينو بالحامض وبنعناع وانتو مدينك يبقى اختياري وهذا هو الشكل النهائي ديال تغاميسو الصراحة كيجي هائل كيجي لديد ما كيجيش حلوو بزاف كيجي في واحد المضاق الخاطر كنتمنى انكم تجربوه اردو عليا في الكومنتر الصراحة وصفة كتستحق تجريب مكراتكمش تكونوا كاملين معايا ودوقوا منها كيجي زوين اغل نقطع معاكم البناط الطريف باش شوفو كيفاش كيجي من الداخل الصراحة وصفات استحق تجريب شكلا وما ضاقن كيجي خاطر زوين وفي هات الصيف مبرد وما كيشدش الوقت بزاف وما فيش الفران اللي غي يعدبكم في هات الصيف دابة كاملين كان قلبوه حل برودة وكان قلبوه الوصفات اللي ما فيه مش الفران شوفوا البناط كيفاش كيجي من الداخل كيجي واعر خاطر ممكن تمنا البناط جربوه ونهاركم بروك وبسلام عليكم وتهلوا لفراتكم وبصحة والراحة اللي جرباتو يلا باي باي عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة